مصر بتبعت أسلحة ومساعدات عسكرية لدولة إفريقية مصر الحقيقة ليها دور كبير جدا في مكافحة الإرهاب وفي دعم الدول الأفريقية زي ما حضرتكم عارفين نظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يترك إفريقيا وحده هو ممكن يترك شعبه لوحده عادي لكن لا يترك أفريقيا وحده الرجل له عمق إفريقي مهم لا يتخلى عنه أبدا الرجل لديه دور في دعم الدول الإفريقية التي تواجه الإرهاب والتطرف طبعا لأنه السيسي هو عدو الإرهاب والتطرف وهو حامل حما وهو من أنقذ البلاد والعالم والإقليم والكواكب والمجرات المجاورة من خطر الإرهاب والإرهابيين والتشدد والمتشددين والتطرف والمتطرفين إيه الحكاية؟ تعالوا نشوفوا موقع اندبندنت عربي وهو بينشر أن النيجر تتلقى معدات عسكرية من مصر لمكافحة المتشددين طلقت النيجر الجمعاء أسلحة ثقيلة ومدرعات قدمتها مصر لمساعدة هذا البلد الساحلي الفقير في محاربة جماعات متشددة تقود هجماتها شرق الدولة وغلبها حسب ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية طيب إحنا عندنا دلوقتي دولة زي مصر فيها أزمة اقتصادية كبيرة جدا وعندها مشاكل كبيرة جدا وعندها قروض وعندها كذا لكن الحمد لله عندها وفرة من السلاح يمكن ده بموجة باتفاقات يمكن ده بموجة بمساعداتها تتلقاها يمكن القصة ملاش علاقة بأي حاجة وفعلا فيه ضمير مصري صاحي عند عبدالفتاح السيسي وبالتالي أينما وجد الإرهاب والتطرف فالسيسي بيحاربه حتى لو يعني مش هياكل هنجوع ايه المشكلة لكن النيجر تحارب الإرهاب كل ده واردي كل دي سيناريوهات يعني أنا بستعرض لحارتك الخضر يعني مصري في الأزمة الاقتصادية أدرى أنها تبعد مساعدات عسكرية للنيجر تمام تعالوا نشوف ايه التفاصيل ايه المساعدات العسكرية اللي بعثناها ايه الحكاية بتاعة السيسي والنيجر تسلمت النيجر أسلحة ثقيلة ومدرعات من الجيش المصري جميل مركبة استطلاع مصفحة من تراز بي ار دي ام تو وعشرين قضيفة هاون ومدفع يار 122 ملي والفين مسدس آلي وبندقية هجومية من تراز آي كي سبعة وأربعين إذن النيجر بتسلم مصر بتسلم النيجر مجموعة من المساعدات كمان الخبر بيقول أن مصر بتضرب قوات خاصة من جيش النيجر وفي إطار مساعدات لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي عشان يحاربوا إرهاب بتاع داعش وجماعات متشددة داي بوك وحرام وفقا لتقرير الاندبندنت وروسيا اليوم وعدد من المواقع الأخرى طيب بالبحث كده والتدقيق هو ليه السيسي بيساعد النيجر عشان برضو نبقى الحقيقة حقانيين زي ما تعودتوا علينا يعني من المهنية أن احنا نبحث طب يا ترى مصر موقعة على اتفاقيات طب يا ترى في أي حاجة مصر يعني موجودة فيها بتقول أن عليها واجب لدعم النيجر البحث اللي شفناه لقينا بعض الحاجات يمكن أن تفسر لنا لماذا يدعم عبدالفتاح السيسي المأزوم اقتصاديا المأزوم ماديا المأزوم سياسيا اللي عنده مشاكل في كل حاجة ليه بيدعم النيجر بمساعدات عسكرية عشان تحارب الإرهاب ما هو ده حاجة غريبة يا جماعة بصراحة يعني ما خبيش عليكم ده شيء غريب جدا يعني وخصوصا ما فيش مقابل طيب تعالوا تشوف كده اليوم السابع كانت بتتكلم على موضوع له علاقة بالقصة مش بالنيجر بس لكن اليوم السابع في 1 مارس 2023 نشر التقرير مطول جدا كان عنوانه مصر وإفريقيا مسيرة تعاون وقيادة تقود لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التقرير ده لو تفتكروا احنا تكلمنا عن قصة أن مصر ترقصت المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بيقولي التقرير أن مصر تسلمت هذه الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي وانضمت لمجموعة آه نركز بقى هنا انضمت مصر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة داعش في إفريقيا والتي تم استحداثها مجموعة العمل المعنية إفريقيا دي لمواجهة داعش في إطار الاهتمام المتزايد للتحالف بتهديدات التنظيمات الإرهابية التابعة لداعش في إفريقيا تنخرت مصر بنشاط في مجموعة العمل الإفريقية المعنية ببحث مقترح إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب بناء على مخرجات القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة بملابه في مايو 2022 بجانب استضافة مصر لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء اللي منها النيجر والذي يقوم بتقديم دورات تدريبية لبناء قدرات كوادر الدول الأعضاء للتصدي لنشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة بمنطقة الساحل والصحراء التقرير ده بيفسر لنا ليه مصر بعتت مساعدات للنيجر يعني بالبحث كده لا هم واضح إنه فيه اتفاق في مجموعة عمل إفريقية مصر آه بتدرب قوات من النيجر لأن النيجر من الساحل والصحراء وكمان بتواجه الإرهاب عن طريق قوة مشتركة هل المساعدات دي تعني أن فيه قوة مصرية هناك؟ الحقيقة التقريب بتاع اندبندنت ما قالش الكلام ده روسيا اليوم ما قالتش الكلام ده هو التقريب يقول أن احنا قدمنا مساعدات عسكرية واستعرضنا مع حضراتكم المساعدات العسكرية طيب فيه جزء كمان له علاقة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لو تفتكروا كان فيه قرار من فترة بأن المساعدات الأمريكية هيحجبوا منها جزء ويعملوا مشروط بملف حقوق الإنسان في مصر لكن كان هناك جزء استثنائي له علاقة بمكافحة الإرهاب تعالوا نفتكر مع بعض كده الخبر ده من 27 أكتوبر 22 اندبندنت عربي أيضا ماذا وراء الحجب الجديد للمساعدات الأمريكية عن مصر فيه جزء بعد ما اتكلم عن الحجب وحقوق الإنسان والمطالبات بتاعة الكونجرس والخارجية الأمريكية أشارت تقرير بتاع الخارجية الأمريكية للآتي أشارت وزارة الخارجية الأمريكية أن مصر ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود طيب هل ال95 مليون دولار اللي من الخارجية الأمريكية دول هل دول لهم علاقة بالإرهاب جوه مصر يعني بسينا ولا لهم علاقة بالإرهاب كده إقليميا ودوليا وإفريقيا الحقيقة التقرير مقالش لكن الجزء اللي شفنا ده بتاع الخارجية الأمريكية 95 مليون دولار والجزء بتاع قوة العمل الإفريقية المشتركة بيفسر لك ليه مصر بتبعت سلاح للنيجر لكن هيظل السؤال اللي بيطرح نفسه هل إحنا في سعة اقتصادية وعسكرية أن إحنا نرسل مساعدات للنيجر هل في مقابل يعني هل القصة فيها سبوبة فيه فلوس كويسة هتدخل للنظام السيسي هياخد فلوس على المضادة أكيد مش من النيجر لكن مثلا من الولايات المتحدة مثلا من الاتحاد الأوروبي مثلا من الاتحاد الأفريقي هل فيه فلوس هتندفل لأن الراجل ده ما بيعملش حاجة كده للو للوطن يعني هو آبي حرب الإرهاب والمتشددين زي ما قلنا لكن في الآخر هو عاس فلوس فهلا يبقى فيه فلوس ده سؤال مهم جدا